الأحداث بباريس تسير بواترة متسارعة في آخر المستجدات المتعلقة بقضية شارلي إبدو الأخوان كواشيالدان يشتبه في تنفيذهما للهجوم على الصحيفة احتجزا شخصا داخل مؤسسة في بلدة تقع شمال باريس والمنطقة محاصرة بقوات الأمن في محاولة منهم لتحرير هذا الشخص أو الرهينة وبأقل الأضرار وحسب المعلومات الأولية الواردة من الشرطة الفرنسية تمت في هذه الصبيحة عملية مطردة للصيارة التي كان يستقيلها الأخوان كواشي تخلى لها تبادل لإطلاق النار مع أفراد الشرطة يجد معي للحديث حول هذا الموضوع وخلفياته السيد عبدالقادر حدوش نائب برلماني عن الجالية بفرنسا أنا سعيد باستضافتك أهلا بك وأنا أسعد شكرا لكم ما قرأتك لهذه الحادثة خاصة وأنها لقيت صدا كبير ولم تتمكن فرنسا من احتوائها في ظرف قصير والله هي ظاهرة إرهابية مقيتة يعني يدينها بن البشر قراءتي هو أن الإرهاب ظاهرة تتجوز حدو الوطن الواحد يقدر الإرهاب يضرب في أي مكان وفي أي زمان وقد يمس أي واحد من شرائح المجتمع والتصدي لظاهرة الإرهاب تقتضي تكاتف جهود جهود أمنية وجهود كذلك إعلامية وفكرية ومجتمع مدني حتى يكون التصدي لهذه الظاهرة الغربة عن القيم الإنسانية وعن قيم الحضارة يكون المواجهة قادرة على هزم الإرهاب والإرهابين فرنسا دون شك بهذا تدخل مرحلة جديدة كذلك الأمر بالنسبة للجالية المسلمة المقيمة والجزائرية خاصة المقيمة هناك بفرنسا هل ستتجه فرنسا أو السلطات الفرنسية لاتخاذ إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها أمريكا بعد أحداث 11 ديسمبر هو إذا تكلمت عن الجزائريون المقيمون بفرنسا هم الغالبية الساحقة فيهم مواطنون فرنسيون وبالتالي إذا لحظت خروج الألاف من الفرنسيين لإدانة واستنكار هذا العمل الجبال اللي حتى ندينه بدون تردد هما يخرجوا كمواطنين فرنسيين حتى واحد ما تكلم على معتقد تعويلا هو كاتوليكي ولا بروتونسي وبالتالي حتى الجزائريون أو المغاربة أو المسلمون هم مواطنون فرنسيين بالدرجة الأولى ثم يبقى المحتقد أمر ثانوي في دولة نظامها علماني جمهوري نعم أنتم بصفتكم كفاعل في المجتمع الفرنسي بطريقة أو بأخرى ما هي أسباب هذا التطرف؟ لماذا تعاني فرنسا كل هذا التطرف إذا أطلقنا عليه التطرف؟ والله التطرف الديني والفكري موجود في كل الأقطار والآن أصبح بفعل وسائل التواصل الحديثة أصبح سهل التنقل وبالتالي أنا أقول لابد أن تتظاهر الجهود الفكرية والإعلامية من أجل مواجهة تظاهر الإرهاب اللي احنا كنا عشنا كنا ضحيتها في التسعينيات إلى منذ أكثر من عشر سنوات الآن قد ربما ستستعمل بعض الحركات المتطرفة مثل هذه الظواهر من أجل أن تستقوي وأن تجعل دائما من العربي ومن المسلم على أنه هو سبب الدمار وهو سبب المشاكل وهو سبب الأزمة الاقتصادية وهو سبب كل هذا وهنا مع الأسف الفرنسيون من الأصول المغاربية والجزائرية مطالبين باش يكونوا مرة أخرى هما اللي يقوموا لكن شيء الأساسي اللي لازم نقوله هو هذا العمل إرهابي شنيع لا علاقة له للجزائريين وللمسلمين في فرنسا باستفا عاما بهذا العمل المقيت الجبان لكن تبعات هذه الحادثة سيدفع تمنها أفراد الجالية هو أني قل لك ومع الأسف الحركات المتطرفة تتغذى من هذه الأشياء لكن تأكد أنه الآن الأغلبية الساحقة من الفرنسيين من الأصول الإسلامية مغاربية جزائرية وغيرها هم الآن في صف واحد من أجل التصديليات الظاهرة التي لحد الآن نجهل ما دوافعها ما هو السبب الذي خلال الناس ترتكب هذه المجزرة البشعة في حق الصحفيين حتى وإن لا بالضرورة أقاطع أو أشاطر فكر توجه تحت هذا العنوان الإعلامي لكن يبقى الحق في الكلمة شيء مقدس وما يجيبش المسو به مهما كانت الدريعة كيف تفسر تلك الهجمات وعمليات التدنيسة التي تعرضت لها مختلف دور العبادة بفرنسا؟ أنا أقول لك التطرف موجود التطرف موجود ليس في أوساط المسلمين وفي أوساط المسيحين وفي كل الجاليات وفي كل المجموعات وفي كل المعتقدات نحن لا نتعرض لإدارة الأكثريميزم وفي كل ما يحدث لكن التصدي لهذا هو قتلك من خلال كل المجموعات ومجموعات العمل الجماعي للتصدي لهذه الأشياء التي لا لها علاقة لا بالقيم ولا بالحضارة ولا بالإنسانية أتعتقد حقيقة سيد حدوش أن السلطات الفرنسية عاجزت على تأمين ترابها الوطني خاصة وأن مقر الصحيفة يقع في مكان محترم ويحتوي على رجال أمن لا يمكن اختراقه بسهولة لكن رغم هذا العملية نفذت بكل احترافية وأمام الملأ والله الآن أنت وزاة فاصة ملتناشنال للتيروريزم نحن كنا حذرنا من تداعيات ما يسمى بالخراب العربي في بعض الدول ومساعدة أو وقلنا هذه قنابل موقوطة في يوم من الأيام ترجع إلى بلدها الأم وتطرح مشكل أمني خطير لكن إذا مشينا في هذا التفكير قد يقول البعض أنه نريد أن نجد أن نريد رتا أو تفسير لهم أنه يسعني أنا je dois tout simplement rappeler لأن ما يحدث في الخارج نستمر إلى أن نريد إلى أن نرد أو أن يجب على رغم أو أن تجب على رغم على وأن شخص ما ليس لذلك وإنسcut الأمر هذا هو نريد غالبت وضيفة الرياضة ومنطرنا إذا أمكان وزير الدخليا موتحدثا كان رئيس الوزراء الفرنسي قد قال أيضا أنهم بصدد محاربة الإرهاب وليس بصدد محاربة الدين ما هي قراءتك لهذا التصريح؟ هو دولة كدولة مشاهدة الحق عنها الواجب أن تحمي مواطنيها وأن تواجه كل المخاطر الأمنية وغيرها من أجل حماية شعبها وممتلكتها وأراضيها ومصالحها هذا شيء مشروع ونلا أفرق بين الفرنسي من الأصل الأبيض والفرنسي من المحتقد المسلم أو غيره هذا كلهم مواطنين عندهم القاسم المشارك والمواطنة وبالتالي وهم كلهم ضحايا وربما اليوم في الوقت الحالي لا تعتبر هذا ردا على اليمين المتطرف الذي ينادي أو يرفع الشعارات مناهضة للإسلام هو في أول مرة كانت زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان قالت في أول رد على هذه المجزارات على الفرنسيين أنهم لا يفرقوش في باك الستيغماتيز وما يفرقوش في باك الكونفوند لا يجب أن يخلطوه بين من أرتكب هذه المجزارات وبين المواطنين الفرنسيين من أصول المحتقدات مسلمة هذا شيء إلى حد الآن إيجابي أتمنى أن الأقصى اليمين الفرنسي أن يراجع محتقداته وإيديولوجيته ونظرته بالنسبة لهذه الشريحة من المجتمع الفرنسي التي لا ذنب لها وهي كذلك ضحية كغيرها لهذا العمل الإرهابي العنيف الذي لا مشروع له سوى القتل والدمار والخرام أتعتقد سيد حدوش أن الصراع بين طبيقتين بفرنسا اليوم سيكون ثمنه يدفعه الجرية المسلمة هذا الشيء مؤكد طبعا من جهة أخرى هل الحرية حرية الصحافة والإعلام بفرنسا هل ستقل شأنا عن ما هي عليها اليوم بعد هذه الأحداث الإرهابية والاعتداءات هذا العمل الإرهابي الجبان والمقيت أكيد أنه سيدعم ويغذي ويقوي من اليمين المتطرف في المرحلة القادمة وسيغذي دون شك في أوروبا كلها موشفقة فرنسا مؤيدين ما يسمى بصدام وسراع الحضرات والثقافات والأديان والشعوب هذا لكن على الجهة الأخرى عليها أن تكون ذكية وتكون منهجية حتى تستطيع أن تواجه هذه الظاهرة مستقبلا نعم أشكرك سيد عبد القادر حدوش نائب برلماني علي الجرية بفرنسا أشكرك على تواجدك معي شكرا